مسجد الملك فيصل في العاصمة الباكستانية أسلام أباد أحد معالم البلاد المميزة ويصنف رابع أكبر المساجد على مستوى العالم وتعود فكرة إنشاء المسجد إلى ملك السعودية راحل فيصل بن عبد العزيز خلال زيارته لباكستان عام 1996 مزيد من التفاصيل في تقرير مرسلنا من إسلام أباد على سفوح جبال مرقل الخضراء يتربع مسجد فيصل في العاصمة الباكستانية إسلام أباد بتصاميمه الفريدة ومساحاته الواسعة مسجد يعد رابع أكبر مساجد العالم والأكبر في باكستان حيث تبلغ مساحته خمسة آلاف متر مربع يتسع لنحو مئة ألف مصل مع باحاته الخارجية جمال مسجد فيصل وهدوءه يجذبانني كثيرا وعدت ناتي بعد الفراغ من عملي إلى هنا للصلاة حيث لا تجد كمية السرور والهدوء في أي مكان آخر بإسلام أباد لا يحتوي المسجد على قباب تقليدية فضلا عن تصميمه الخارجي ذي الجوانب الثمانية المستوحى من شكل الخيمة العربية تعلوه أربع منارات شاهقة بطول تسعين مترا وكأنها أوتاد تثبيت الخيمة أما من الداخل فيتميز بخلوه من الأعمدة وتزينه الزخرافة والثري المعلقة في وسطه على الطراز التركي الذي يعكس لمسات المهندس التركي فيدات دالوكاي الذي فاز في مسابقة دولية لتصميم المسجد والتي شارك فيها مهندسون من سبعة عشر بلد تم تنظيم مسابقة لكل المهندسين المعماريين حول العالم وتم اختيار هذا التصميم بين كل التصاميم المطروحة كأفضل تصميم فكرة إنشائه تعود إلى الملك السعودي الراحل فيصل بن عبد العزيز خلال زيارته لباكستان عام 1966 تبرع لبنائه بثمانية وعشرين مليون دولار من إجمالي التكلفة البالغ أربعين مليون دولار بدأت أعمال إنشائه عام ستة وسبعين من القرن الماضي واستغرقت نحو عشر سنوات رمزية دينية وتقافية تمتزج بالفن المعماري البديع فن أعطى هذا المسجد أهمية كبيرة في استقطاب زوار محليين وأجانب على حد سواء فضلا عن رمزية المسجد السياسية التي تعكس باريق تاريخ العلاقات الباكستانية السعودية بلالأسطل العربي اسلام بات اشتركوا في القناة